إلى اليمن وحملة إعادة الشرعيات فيها فقد نشر الجيش الوطني اليمني إحصائية رصدت مقتل بئة وثلاثة عشر من عناصر الانقلابيين خلال الأيام السبعة الماضية بينهم قيادات بارزة فضلا عن أسر أكثر من مئة وسط تقدم للجيش الوطني بغطاء جوي للتحالف العربي مرسلنا ياسين الرضوان من عدن والمزيد من التفاصيل أسبوع ساخن تدفع فيه الميليشيات الانقلابية فاتورة باهضة في معظم جبهات القتال حيث فقدت اثنين وعشرين من قياداتها الميدانية وستمائة متمرد بين قتيل وجريح سقط معظمهم في محافظة حجة والجوف ومديرية نهم البوابة الشرقية لصنعاء التي سقط فيها ثلاثة عشر عنصرا من المتمردين وأسر عدد منهم فيما تعزز قوة الشرعية من تواجدها على المرتفعات المطلة على ضواحي صنعاء تزامن ذلك مع فشل دريع للميليشيا في استعادة جبل هان الاستراتيجي وموقع قمة العقاب بمغبنة تعز لتلجأ بعدها الميليشيات لارتكاب مجزرة مروعة بحق سبعات أطفال قتلنا العشرات من الميليشيات الحوتي وخسرناهم خسائر يعني من دبابات من السلاح تقيل وسوف نحرر المخاء وندخل صنعاء بإذن الله تعالى ونحرر هذه التروة ونحرر هذه البلاد وإن شاء الله نكون قدوة لمن بعدنا بدين الله أن نصر قادم وقدمون بإذن الله تعالى التقدم في جبهة نهم والبقع بصعدة ترافق مع قطاء كثيف لمقاتلة التحالف العربي على مواقع وآليات متفرقة في محافظات صعدة وصنعاء وتعز فيما لقي قياديين من الميليشيا ومرافقيهم مصرعهم إثر غارة على تجمع لهم في محافظة حجة فضلا عن قصف مواقع في الجوف وتدمير عربة عسكرية بمن فيها في الأثناء لقي عشرات الانقلابيين مصرعهم قبال تنجران إثر إفشال محاولات تسلل لهم عبر طيران الأباتشي فيما أعدت وزارة الداخلية خطة لمكافحة تهريب الأسلحة للانقلابيين بعد أن تم تحرير محافظة عدن والمحافظة المجاورة تم وضع خطة أمنية متكاملة لاستعادة الأوضاع الأمنية والسيطرة عليها على مستوى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة محرة وعلى مستوى خليق عدن والممر الماعي بموازاة ذلك سقط ثلاثة من الميليشيا وأصيب آخرون في تطهير قوات المقاومة الشعبية لموقع صوفي في مديرية الزاهر في البيضاء تقاتل قوات الشرعية الميليشيا الانقلابية باستبسال شديد ولا تتوقف عند ذلك فحسب بل أيضا تقوم بتطهير محافظات عدن ولحجة وأبيان وشبوة من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تتواجد فيها يصين رضوان لقناة الشارقة عدن